شاهدي قناة مكتبة التعليمية مرحبا بكم في الصفحة 36 من الدرس السابع استعمال التقنية الاعتيادية للجمع بالاحتفاظ وبدونه أكتشف وأتمرن أولا وفرت سارة 32 درهم في الشهر الماضي ذنية جمعة 32 درهم في الشهر اللي فاتح ووفرت 53 درهم خلال الشهر الحالي وفي هذا الشهر هذا وفرت جمعة 53 درهم كم وفرت سارة من درهم خلال الشهرين لحساب مجموع 32 و53 استعمل المستقيم العددي والمكعبات وأكمل إذن باش غادين جمعوش حال جمعات في الشهر اللي فاتح هذا الشهر هذا غاين ديرو الجمع ديه 32 و53 يعني 32 زائد 53 32 هج Cheers ثلاثة مثلها بالمكعبات ثلاثة زائد خمسة نبدأ بالعدد الكبير ونضيفه له الصغير خمسة ستة سبعة تمانية خمسة ستة سبعة تمانية خمسة وثمانون ثلاثة أربعة خمسة خمسة زائد ثلاثة ثمانية إذن فجمعت أو وفرت خلال الشهرين خمسة وثمانون دير هامل يمكننا كذلك نستعمل المستقيم العددي ثلاثة 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 ثلا� إذا نضفنا العشرة ثم كمنا بالوحدة 32 42 52 52 52 82 ونكمل ثانيا أستعمل الشريط العددي وأحسب كل مجموع 63 زائد 12 63 سنضف لها 12 63 زائد 10 سنضف لها 10 هي 73 ونضف لها 2 73 74 75 سنضف أول العشرات ثم كنكمل بالوحدة 57 سنضف لها جوش العشرة 57 67 77 78 79 ثم ثلاثة وأربعون زائد خمسة عشر بنفس الطريقة ثلاثة وأربعون زائد عشر 53 53 زائد خمسة 53 نضيف لها 3 لأنها 3 خمسة إما نضيف 3 زائد ونضيف 5 أو 5 زائد 3 إذن قلنا 55 زائد 3 55 55 57 58 58 أو لنضيف الوحدة زائد الوحدة 5 زائد 3 8 4 زائد 1 5 يعني 58 ثالثا أستعمل جدول العد وأحسب كل مجموع فنحسب المجموع دير 24 زائد 63 ندير الوحدة زائد الوحدة والعشرة زائد العشرات 4 5 6 7 7 7 6 7 8 7 8 ثم 1 زائد 0 1 4 5 6 7 1 7 أملأ الفرق 2 زائد كم يساوي 5 2 3 4 5 إذن زائد 3 ثم 1 زائد كم يساوي 9 زائد 8 1 العدد زائد 4 يساوي 7 إذن 4 5 6 7 زائد 3 3 زائد كم يساوي 4 زائد 1 1 5 أستعمل المستقيم العددي وجدول العد والمكعبات والقضبان وأحسب مجموع 15 و18 18 و15 أنطلق من 18 وضيف 2 لأكمل 20 وأنتقل بعشرة ثم بتلاتة ونلاحظوا أننا نبدأ من 18 18 سوف تصل إلى 20 سوف تصل إلى 20 سوف نزائد 2 وضيفه 2 لأكمل 20 باش نوصل إلى 20 فإذا حيدنا هنا 2 ماذا تبقى سوف تصل إلى 13 إذن نضيفه 10 ونعود نضيفه 3 20 زائد 10 30 زائد 3 33 إذن المجموع هو 3 و3 33 و3 نضيفه جوج باش كملنا 20 بقتلنا 13 نضيفه 10 ونعود زائدنا 3 فهنا استعملنا المستقيم العددي ثم بقى نستعمل جدول العد وأيضا المكعبات والقضبان إذن أول حاجة أضع العملية كنديره 18 زائد 15 كنوضع العملية 18 هي 10 زائد 8 15 10 زائد 5 ثم أجمع الوحدات لأكون قضيبا كنجمع الوحدات كنجمع هنا عندنا 8 9 10 10 غضي عطونا قضيب إذن 8 زائد 5 13 يعني قضيب 10 و3 ديال المكعبات فاشنو كنديرو كنكتبوه 3 وكنحتفظوه بواحد بعد ذلك أجمع العشرات بقتنا هناك كما قلنا 3 ديال المكعبات يعني 3 ديال الوحدات واحتفظنا بواحد واحد زائد واحد زائد واحد هي 3 فالمجمع هو ثلاثة وثلاثة فالمجمع هو ثلاثة وثلاثة أما بالطريقة ديال ديال المستقيم في العداد كماش نقبيله فاحسبنا وصلنا العشرين ثم ضفنا عشرة ثم ضفنا ثلاثة بقتلنا ديال جدوى العد غدي نديرها مباشرة تماني زائد خمسه ثلاثة توع03 نكتبه ثلاثة ونحتفظو بواحد هذه الله ثم واحد distribute 3 هذه الطريقة بكل بساطة سادسا في المرعة مئتان وخمسة وستون رأسا غانا في المرعة مئتين وخمسة وستين رأسا للغانا وفي الحضيرة مئة واثنان وخمسون رأسا غانا الحضيرة مئتنين وخمسين ما هو مجموع رؤوس الأغنام في المرعة وفي الحضيرة ما ان، حلوائه sido مجموع ديالرؤوس الأغنام في المرعة وفي الحاضرة عندما نجمعه 265 رأس الغنم اللي في المرعة زائد 152 في الحاضرة استعملوا المكعبات والقطبان والصفائح وجدوى العد و احسبوا مجموع 265 و 152 لان اول حاجة نوضع العملية 152 زائد 265 اجمع الوحدات في البداية 2 زائد 5 سبعة ثم نجمع العشرة 5 زائد 6 5 6 7 8 9 و كيبقنا واحد كيبقنا واحد القاضي اذا هي 11 11 عشرة هي 100 و نخليه واحدة نايا 10 واحدة ثم اجمع 10 عشرات و اكون صفيحة اذا 10 ديال العشرات هي 100 هي صفيحة هي نزيدها مع الصفائح اذا 11 عشر كنكتبوا واحد و نحتفظوا بواحد ثم كنجمعوا المئات 2 زائد واحد زائد واحد زائد واحد كندروا اول حاجة الوحدة زائد الوحدة سبعة ثم العشرة زائد العشرة فكنلاحظوا بأنها 5 زائد 6 5 ديال العشرة زائد 6 ديال العشرة هي 11 عشرة عشرة كنحيدوا 10 ديال العشرة و تعطينا صفيحة نرضوها مع الصفائح يعني المئات كيبقنا هنا عشرة واحدة ثم المئات تولي عندنا جوز زائد جوز جوز زائد جوز هذه هي 4 أما جدوى العد طريقة جدوى العد فهي هذه جزائد 5 ديال العشرة نكتب واحد نحتفظ بواحد ثم جوز 3 ربعة 417 هو المجموع وبهذا ننهي تمارين صفحة 37 ننتقي في صفحة 38 و أذكركم بأنه بإمكانكم متابعة دروس أخرى خاصة بالمستوى الثاني والتي يظاهر أمامكم في البلايليست أو بالرجوع إلى أسفل الفيديو في صندوق الوصف إلى اللقاء